السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي درسنا هذا كيف أن نخلي الصورة في برنامج البوربوينت وبرنامج الورد شفافة أنك تحدد على قد ما تبغى هل هي كذا أو كذا أو كذا إلى آخره سواء مثلا أنت بتحط الخلفية اللي وراها مثلا على سبيل المثال أبحث الخلفية باللون الأسود وحطها إحضار إلى الخلفية تمام وبحطها مرة شفافة جدا شوفوا تلاحظون صارت شفافة تمام الطريقة سهلة جدا طبعا الورد نفس الحكاية نفس الفكرة تمام نبدأ بالورد أول شيء إدراج تمام بعدين مربع نحطها بالشكل هذا على أي حجم مثلا أو حتى نصغره يعني هذا ما عندك مشكلة تمام بعدين نحط تعبية الشكل من تنسيق تنسيق الشكل نروح لم تعبية الشكل تمام ونضيف الصورة اللي أنت حاب تضيفها تمام أنا راح أضيف صورة عندي تمام اللي قبل شوي اللي هي هذه تمام تمام بعدها ننتقل إلى تنسيق الصورة ثم نضغط على هذه المربع الصغير اللي تشوفون هنا تمام ثم تحدد الشفافية اللي أنت تبغاها تمام وصار مبروك عليك شفافية على حسب اللي تبغى مثل ما قلنا تنسيق الصورة من هنا نحدد نخفف تمام نلاحظ وكذلك نفس الطريقة بالبربوين تقريبا يعني نجيب مربع إدراج مربع تمام بعدين تعبئة الشكل نحط صورة نضيف الصورة اللي نبغاها نحن تمام بعدين نروح لما وين لم هذا اللي هو تنسيق الشكل من هنا ثم نضغط على هذا المربع الصغير مرة أخرى تمام ظهرت للنافذة هذه نروح هنا بعدين نختار الشفافية اللي نبغاها طبعا ملاحظة بسيطة بس شوفوا هنا في خط هذا كيف نزيله نروح لم تنسيق الشكل نضغط على الصورة طبعا بعدين بدون إطار ونفس الطريقة هنا لاحظنا فيه إطار نضغط على الصورة ثم حدود الصورة بدون إطار وشكرا لكم على المشاهدة نراكم في مقاطع أخرى وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات ترجمة نانسي قنقر